هو موضوع تدوير الأخشاب وانتوا قدرتوا في المقاولين العرب تعملوا موبيلية تصنعوا موبيلية واعتقد عملتوا معرض ويمكن أكتر من تدوير الأخشاب ياريت حالك تكلمنا عن الموضوع ده وعن أي مبادرات أخرى متعلقة بالاستدامة أو موضوع المعالجة والتدوير المعالجة والتدوير حالياً على مستوى العالم الأول كانت مجال عمل تكميلي بالنسبة للشركات لكن النهاردة هو بقى مجال عمل رئيسي النهاردة في مؤسسات دولية بتقيم الشركات الكبيرة والمؤسسات الكبيرة على إيه دورها ومساهمتها في موضوع قاعدة التدوير خصوصاً مع اختلال النظام البيئة العالمي فبقى ده موضوع ضروري جداً جداً بالنسبة لنا في مصر في أزمات الاقتصادية العالمية الموجودة صعوب التوفير العملة فبقى عندنا الهالك اللي موجود أو الخردة اللي موجودة دي ما بقتش رفاهية دي بقت أنا لازم أستخدمها ولازم أطلع منها حاجة ما عارت فعل أسعار لبعض المنتجات ولأن أنا بقدم خدمة للعمليين عندي لأن أنا عندي عدد عملين ضخم جداً جداً عندنا سبعين ألف عامل ده غير العمالة المعقاطة والعدد ده يمكن مش متوفر في شركات كتير فبيبقى لزم علينا إن إحنا نحاول نتضمن مع الناس الاجتماعية من دولنا المشاركة المجتمعية بحاول أوفر لهم خدمات رخيصة على قد ما نقتر طبعاً ما نبدأش نوفر في كل حاجة لكن على الأقل اللي في المجالات اللي نقدر 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 فيها يعني أصدح حضرتك ما عليش أعطى حضرتك في الجزية دي أصدح راك إن معارض الموبيليا بتقدم المنتجات للعمليين في المواد العرب بصورة رئيسية وللغير 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 لكن إحنا لما نقدم للناس موبيليا بحوالي من خمسين لستين في المية من السعر السوقي اللي موجود أكيد إن دي هتفرق مع الناس طبعاً بجانب طبعاً إن إحنا بننلوم بعد كده تسهيلات في السداد وبنخصم جزء من المرتب بتبقى بالتقسيط على مدة طويلة لكن كانت الفكرة من الأساس إحنا ليه ما نستخدمش هالك الأخشاب اللي موجود خصوصاً مع إن كميات كبيرة لأن في كل مشروع بيطلع كميات كبيرة من صغيرة فكان لازم إن إحنا نحاول نحاق إستفادة منها ابتدينا طبعاً التجارب واستعننا في خبرات علمية ووصلنا للنتاج كويسة قدرنا نصنع منها الألواح الـ MDF بعد كده ابتدينا إن إحنا نصنع منها موبيليا عملنا لها معرض مبدأي نالاستحسان جزء كبير من العاملين حالياً إحنا دلوقتي بنجهز لها ورثة بتجزء من الورش اللي عندنا ما بننشأش ورش جديدة لكن بنشغل الورش اللي موجودة عندنا فهو بحس إن إحنا بنوصل عايزين نوصل لخط إنتاج في خلال الشهور اللي جاية ويبقى فيه معرض داية بيفيد العمالة بتاعة الشركة وبيفيد برضو الناس برا الشركة وهل ده ممكن يبقى بيزنس يعني يبقى نشاط أو أحد الأنشطة للمعاوين العرب يتم التوسع فيه إن غير خدمة العاملين في المعاوين العرب الشركة تبيع ويبقى ده يعني أحد الأنشطة للمعاوين العرب إحنا فعلا جات لنا طلبيات جات طلبيات يعني فعلا نبتلت إن إحنا نجلنا طلبيات على الموضوع والريسايكل ما كانش خشب بس وما ليه يا فن؟ لا إحنا اشتغلنا كمان الريسايكل في مجال الخردة خردة الحديد الحديد في مجال خردة الحديد قعدنا استخدامها بصور كتيرة طبعاً بتبقى استخدام للشركة بتستخدمها كأكسيسوريس في الشدة المعدنية بتستخدم الفضلات بنقدر نطلع منها أحياناً اللي هي التولز الصغيرة للاستخدامات بتاعة العمالة ابتدينا إن إحنا نوسط التعاون مع هاية تصنيع الانتاج الحربي مصانع المختلفة بيحتووها بياخد خردة من حضرتك بياخد خردة من أنا وأحياناً بياخد مخلفات حديدية من مثلاً من حديد تسليح لعادة استخدامها مرة ثانية يعني عادة تدويرها في صورة أخرى